بسم الله احنا نتكلم على اسرار النجاح في طلب العلم والواحد بيدعي كاذبا ان هو بيحاول يطلب علم والله على مصادق من الكاذب يعني واسأل الله ان الكلامات دي تكون صنعتها من احبة لمنطب وان هيجعلها كثيرة للمعاني وقلالات المباني انها ليه يزالك وتقدر عليه اول حاجة ما فيش اسرار للنجاح ما فيش حاجة سير ولا حاجة بس بيبقى فيه بس انشوية حماس بيخلي الواحد يخطئ الطريق فبنحاول مع بعض نستفاد من اخطاءنا وأولا سنتجنب الموضوع دوي اول حاجة... الركز على الحاجة الذي بيستعملها اللي بيحصل ايه بحصل... تشتت بلاي واحد مثلا لسه متخرج واخد كشور مثلا من برنامج artificial ورح باخد كشور من around and so on لو ضيتوا مشروح حقيقي بش يقدر يعمله إنما هو لو ركز على برنامج واحد واطقنه تمام قال بعض ان انا عارف عارف اتوقف استخدام mig ان انا مسلا لا ده انا عارف اا سريدي ماكس ومايا وطوكاد وريفت لا انا انا بعرف تلات اربع برامج وبعرف اطلع بهم مشروع ده هيبقى افضل بكتير جدا ولما تكون حاجة اتنين لحاجات تانية انما حاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا مش هتقدر تصل لحاجة مش بقى فيه اي ميزة ليج يعني مش تعرف ان انت تتشغل في مشروع انما التشتت ده بيخليش الواحد اي بقوي بيخلي واحد يتفخر بس وخلاص اي اي انما انا انا شفت فيديوهات بتاعي برنامج كافة طب ما انت شفت الفيديوهات كل لان شفناها بس ما طبقتش ما اشغالش مشروع اي اتنين او تلاتة اي ده انا خط ريفت معماري وانشاوا كهراميكانيكال انت تخصوك ايي يعني هتشتت نفسك في ستميت حاجة وبشتعرف تتكن يعني سبك من سبع صناعة ما لازم يديع لو انا عارف حاجة ترى واللغبطة. تمام? اه الحاجة التانية استسهل الصعب. توصل اللي انت عايزه. يعني ما ما تعودش تقول لا ده صعب. لا ده كزا. كل ما اتكلم واحد حاجة لا 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 مستحيل. لا حاجة شعر في عملها. لا لا ازاي? لا انت مدام حد عارفها يبقى لازم انت تعرفها. الواحد كان متصور ان اصعب حاجة سواء. ازاي الواحد يسوق والواحد هيبص يبينه ولا شماله. وهيبص يفوق وتحت. بتاع. مفي فيما الناس بتسوق. ما ما تصعبش وما ما تسمعش كلمة اللي يقول لك الحاجة الصعبة وبشو صعبة. لا اه واحدة واحدة هتقدر تعمل انت عايزه. انت ممكن بدأ المتوقف خمس ست ساعات تذكر حاجة? لا. ذكر كل يوم مسلا ساعة ويشوف حاجة تانية عملها. وبعد تاني يوم كمل نفس المادة في الساعة دي. هتلاقي الموضوع واحدة واحدة بدأ يفك معاك. دور على كتاب يكون سهل. دور اشوف انت بتتفهم اكتر من في كتب الفيديوهات. هتلاقي الموضوع سهل جدا. ودايما تذكر كلام المتنبي. انا احب المتنبي جدا. على قدر اهل العزم تأتي لعزائمه. وتأتي على قدر الكرام المكارمه. وتعظم في عين الصغير صغارها. وتزور في عين العظيم العصائمه. وحاول تدور على حد يكون عنده اهمة عالية ويشجعك واحد يكون كويس. انا في مرة ذكرت مع شخص للأسف يعني. ومكرتاش تاني. انا معرفوش وقابلته صدفة وقال لي تعالى انا معك في كليات على ذكر مع بعض. اكتشافت ان هو صغير باله خمسة اثنين في الكلية. واكتشافت ان هو نجي بنزاكر لا لا استنى بقى عشان اضبط الدماغ. هشرب لصجار. طب اخد لي دوش. لا لا المكننة خنقة. تعال نوص في الغيت. يروح الغيت. يعني احنا جايين نتذكر. ده الجو حلو. خلينا. فافتقرت بيت كده بيقولك. اذا كان يا اوزيكا حر المصيف. ويبصل خريف. وبرد الشتاء. ويوليك حسن زمان الربيع. فاخذك العلم كل يمتا. بص دايما هتلاقي الظروف اللي اهمة حلوة قوي. هتقول لها لا باش وقت مذاكرة. لا لا ده الواحد مفروض يخرج يتماشي على الكورنيش. لا ده الواحد يتفرج على التلفزيون. لا ده الواحد يتكلم. لا لا لا. او تلاقي مسلا في. لا يا حمد مذاكرة ايه يا حمد. الواحد اه راجع من شغل تاعبان. راجع من شغل تاعبان. خلاص. نعملك ساعة. ومذاكر. وما بيقول اللي حابش كلها مذاكرة. ازاكر لك ساعة ويفصل اللي هو عاد ده مع الاولاد. اه 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 اعمل رفريش كده في اي حاجة حلال. وخليك رفريش كده ان شاء الله. طيب نكمل. ننظم عملك. ننظم شغلك. ننظم حياتك. اه اه حدد انت عايز زيه. اه ممكن ان يكون مسلا يعني فيه برلامج مسلا خلاني نتكلم عن الماكس على سبيل المثال. الماكس كبير جدا. تمام? فلا وانا مش حالف انا عايز زي هتوه. لا ده انا عايز اعمل اه فيلم جرافيك. انا عايز اعمل حاجة زي بيكسر. تمام? هو فيش واحد بيعملها لوحده. لا ده مجموعة من الناس. فيلم والت زي ده ده بيخش فيه. خمسمائة واحد بيشتغلوا فيه. طب خلاص ابقى انا الخاص فاجز معين. بس اركز على الانيميشن. انا اركز على التو دي. لا ده انا اصلا كل اللي انا عايزه. انا شخصيا مسلا كل اللي انا ببعزه من ماكس. ان اعمل رندر. ما بحتاجش حاجة تاني يعني. كل الموديل وكل حاجة بعملها على الماكس تاني. ونقرب بس الرندر اللي انا عايزه من ماكس. تمام? فانت خاصة تعرفت ان انا عايز زيه. يبقى انا مش عاود اتعلم الموديلنج بتاعه. مش عاود اتعلم التفاصيل بتاعته. نا. انا عارف انا عايز زيه. وعارف من اللي ادي هالي. وعارف الكتاب اللي انا ممكن استفاد منه. تمام? بعد كده تثبيت النوم. النوم مهم جدا. بيعمل رفرش الجسم الانسيان. انا معرفش اللي واحد بي نم كم ساعة. تمام? بس انا بالنسبة لي في عادة كده اتعلمتها لان انا بحب اللي نرد وتفنشي. ان انا بقسم نومي على كزا مرة في اليوم. اه في الاول بيبقى مرهق وبعد كده بتعود عليه. يعني بتنام ساعتين مسلا اولا ما تيجي بالشغل. بعد كده ساعتين مسلا بالليل. وساعة كده قبل ما تروح الشغل. ممكن في بريك لو انت عايز تنام لساعة ماشي. يعني بتنام الخمس ساعة بتوعك بس متفرقين بحس ان طول اليوم تبقى فرش. في ناس بتحب بتنام خمس ساعة الخمس ساعات او ست ساعات مع بعض. ما فيش مشكلة. بس كلا بالك النوم كتير غلط. يعني النوم الاقي القوي غلط مرهق للجسم. والنوم الكتير غلط. الواحد بيقول اه تعالى بقى النوم بنتول في النوم. بس انا لما اجي نام بفتكر شعر روبيرت فروست بيقول الغابة جميلة ومظلمة وعميقة لكن لدي وعودا علي ان افي بها. وميالا اقتحها قبل ان نام. وميالا اقتحها قبل ان نام. في حاجة كتيرة بورانة لازم نعملها. لازم 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 نعملها. لان احنا متاخرين جدا جدا جدا. فلازم كده كل يوم. ولو كلمة تتعلم كلمة او تعلم غير الكلمة. هتلاقي. وبدأنا نوصل. لان فيه شعر برضو بيقول ده بابتو للمجدي. والسعونة كتبلغوا جهد النفوس وقلقوا دونه الازرة. فكابروا المجدة حتى مل اقصرهم. وعنق المجدة من اوفى ومن صبرة. لا تحسب المجدة تمرا انت ياكله لن تبلغ المجدة حتى تلعك الصبرة. تمام? فنيجي على نفسنا شوية يبقى فيه جزء للراحة وجزء للشغل. ده ده هيفيدك جدا تمام? آآ الحاجة اللي بعد كده اكتب 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 اي لا اكتبه. اي حاجة تسمحها علم جديد اكتبه. نتقولش لا لا انا عارفها. لا في حاجة يترى واحد بيعرفها في الوقت دوت وبعد كده بينشغل بحاجات تانية فبينسئها. فعشان ترجع لها الفرش لو الكشكول اللي انت كاتب فيه هتفتكر بسرعة. انما لو ما هترجع بها تتذكر من اول الكتاب هتقوم منك وقت اطول. فحاول تفتكر وبحس مثلا كل ايه اه شهر مسلا تفتح الكشكول تيك 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 خلاص افتكار تطف. مجرد بس ايه قلبت الكتاب كده حتى لما غير ما تقرأ هتلاقي نفسك بدأت تعمل وتفتكر المعلومات دي تاني. وهام حاجة التطبيق. اهم حاجة التطبيق. ان انت تقعد وتسمع الفيديو هايك كده وانت تعد نام عالكنبة وعملتك العنب وبتاع ومن غير ما تديني العنب ولا تعزبني مش اجيب بنتيجة لازم تعزبني على العنب. لازم تطبق. لازم كل ما تسمع حاجة توقف وتسمع. تمام? يعني بقول لواحد اه خد الدروس دي سمحها يقول لا ما سمعتها قبل كده اه. طبقتها لا ما طبقتهاش. طب خلاص ما لاش لازمة. اللي انت تسمع لحاجة او تشوفها فيديو ده عشرة في المية. ان انت بعد تبدأ تشغل بيديك خلاص انت كده وصلت سبعين في المية. ان انت تعلمها لغيرك تقول انت تشرحه له. سكو انه هتفر معك جدا جدا ان انت تتعلمها لغيرك بعد ما كنش تغلت ما فعش انت شفت فيديو تروح تعلامه لغيرك. بش هتقدر توصل معلومة. بش هتقدر. وهتلاقي ناسك كنت بتكلمه هو بيسألك في حاجة انت ما جربتهاش فهتلاقي ناسك فوقفت. فلازم اهم حاجة التطبيق. يعني اللي انت بتسمع حاجة لازم على طول تكرر وتكتبها وتنفذها باديك وتعلمها لغيرك هتلاقي خلاص الموضوع ده بقى بقى اتقنته فتقدر بعدك هتتنيل حاجة افضل وحاجة افضل. وطول ما انت بتخلش بالعلم ان شاء الله ربنا يكرمك وتلاقي معلومة اكتر. والف شكر ليكو وربنا يجزيب كل خير ويعني معلش يستحملون الخجو الصغير.